صغير جميعكم سيكونون في التابع مول مقانا سوف نتحرك اليوم على عيشة عيش وسوف نكشفوا التفاصيل وعلاقتها بحمزة من بابي سوف نتحرك بأن حماسنا من عيشة عيش سوف نتحرك الشيخة تراكس وعلاقتها بحمزة من بابي اخبار يقولون ان الشيخة تراكس مع حمزة مونبيبي كانت شخة تراكس مع صحفية و قلت لها ما هي علاقتك مع حمزة مونبيبي قلت لهم انا غير يعطوني الفلوس و يقولوني في خاطر حمزة مونبيبي و كانت ديجة قلت لها ما حال من مرة و ما حال من بار و ما حال من غي ستوغون كانوا فيه ناس تماكيناء غير الشخصيات كما تعرفون هذا حمزة مونبيبي لا يستهدف للناس الفقراء يستهدف غير المشاهير والناس الملعق الشيخة تراكس اخوتي ربما عندها تهيئة يد في هذا الكونت حمزة مونبيبي او ربما ساهمت في الشهرة عن غير قصد يعني الناس يمشون و يعطونها الفلوس يقولوني في خاطر حمزة مونبيبي الناس تقولون ماذا عن حمزة مونبيبي والشخص ربما يعرفون اي واحد عنده الهاتف معه و كونكسيو عنده و كل شيء عنده تقدر مثلا الشيخة تراكس تقولوني في خاطر حمزة مونبيبي الناس يمشون في جوجل اكتب حمزة مونبيبي سيطلع لهم سناب شات سيجدون فيه كثير من مليون و مئتين ألف في الانستغرام و كثير من ربعات المليون اخواني في الله في سناب شات كما قال المدليمي او ما عش نسميته ذلك اللي رفع صاحب الدعوة القضائية قال بان الكونت عنده كثير من 20 مليون متابع هذا اخوتي ماشي حساب عادي هذا الشيخة تراكس يعني هي كتنفي بعلاقتها بكونت حمزة مونبيبي و تقول بانها غير الناس يعطوا هالفلوس يدبروا عليها باش تقول في خاطر حمزة مونبيبي احنا جنا نكشف لكم اخوتي الحقائق هو فريمو لا علاقتها لشيخة تراكس بها و لكن هي غير كما قلت عندها اكبر مؤخرة تدبر بها على رأسه السيدة تدبر على رأسه غير ماذا المؤخرة و هذا الفشلوخ عندها و لكنها تدربوكة عندها تتبر بها و تستفز بها الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأسه انهم يعطيوها الفلوس كما قلت هي الله يجعلني مؤخرة واحد خابر الاخوت نحنا كن هضرو على التراكس يعني مشات لها لان الحضانة دي البنتها مشات لها السيدة مشات في الهواء ما بقيتش عند الحضانة دي البنتها والاتف خبر كان السيدة رجلها تحية خاصة لهم رفع لها واحد دعوة قضائية و اربح ذلك الدعوة و مشات فيها المرأة اخوتي اخوتي كان معكم مولمغانا و التفرشيخ الرموانات ديما